ياه أنا جديد هنا في المدرسة دي معرفش أي حد هنا خلص الأطفال كلهم عملين نروحين جايين ويلعبوا أنا خدلان جدا ومتوتر كده إن أنا أكلم حد لا أنا هروح أعود لوحدي شوية هعود لوحدي في المكان اللي هناك ده إيه ده؟ ده الولد الجديد اللي اسمه ميجو صديقنا الجديد اللي نقل المدرسة لما أروح أتعرف عليه تلاقيه دلوقتي قاعد متوتر هروح بقى أكلمه وأخليه كده ياخد علينا أما أروح له هاي ميجو إزايك ميجو؟ أنا فلفل أنا اسمي فلفل أنت شكلك الآن هي الأمور كده على ما يرام هاي فلفل إزايك فلفل ده أول يوم ليا في المدرسة أتبت نيرفوس وأنا حاسس كده إن أنا متوتر شوية أنا شاي وخجلان وهوري لك مكان فاصلك ويا سيدي هفضل معك في الفسحة يلا نروح ونقابل بعض أصدقائي لك بص يا ميجو ذير الشريف لينك ده شريف أنا هندع عليه ويجي يقعد معنا هاي شريف يا شريف هاي فلفل زاك يا فلفل ميجو يا ميجو ذير الشريف ده شريف نهاردة بيبدأ المدرسة عندنا أول يوم لي هنا في المدرسة هاي ميجو إزايك يا ميجو مرحبا بك في مدرستنا شفت يا ميجو مش قلتلك هو مؤدب جدا شكرا يا فلفل على كلامك الجميل معك كل كتبك يا ميجو أو ام Knight أنا مش متأكد I have a lot of boxes in my room at home أنا عندي كتب كثير في قطي في البيت بص اما بات مثي بص انا بعيد عندكم كدا فوضوي شوية I'm not sure what's text box I Already have أنا مش متأكد أين الكتب المدرسية بالظبط إلي معايا ياسيديwasOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOf We can share my book today النهاردة ممكن نتشارك كتابي وكمان ومعي كمان نسخة إضافية من أوراق العمل ومعي كمان نسخة إضافية من أوراق العمل واو أنت ملظم فعلا شكرا يا شريف يلا بقى منضيعها شواء كمان يلا بينا سأريعكم أين هو السعيسة تعال أوريك في مكان فصل العلوم يلا بينا طيب طيب هي المحطسة دي أبطال سنسأتها فمو أزاي لا لا ما تقلاش انت يميجو مستر مصطفى جاي دلوقتي يشرح المحادسة تعال بس انت معي ومستر مصطفى جاي لأبطال سنة ستة يلا بينا يلا بينا مع السلامة يا أبطال سنة ستة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حباب قلبي أبطال سنة ستة نهاردة ان شاء الله يا أبطال هندخل يانيت 2 الوحدة التانية كلنا مختلفين يانيت جميلة جدا 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 والدرس بتاع النهاردة شيق جدا جدا هي الوحدة اجتماعية كده ففيها كلام جميل جدا هنقوله بس مطلوب من البطل انه يكبر الصورة وممكن تعمل تدوير للشاشة علشان تشوف الصورة ملء الشاشة علي الجودة خليها على سبعة وعشرين او اكتر علشان تشوف كل حاجة بوضوح والورقة او الالم معاك علشان تكتب ورايا الكلمات والنقاط المهمة هتردد طبعا 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 ورايا وهي ما تنساش دعمك لينا وتأديرك لينا وانك تساعدنا ان احنا نوصل الفيديو ده لزميلك من خلال انك تعمل لايك للفيديو وبصي كده انت مشترك معنا في القناة ولا لا او مش مشترك يريد يريد تشترك في القناة علشان يعني تتابعنا بعد كده ويوصلك الفيديوهات الجديدة بتاعتنا انا بحبك جدا 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 متحمس جدا ان انا ابدأ درس النهاردة اعتقد انك متحمس زيه فيلا بنا يا ابطال نبدأ مع بعض لسن وان الدرس الاول من ياني التو من الوحدة التانية لاتس جو قبل ما ابدأ الفيديو فانا حابب ان انا اتكلم يعني دقيقة واحدة بس في حاجة معينة حابب ان انا اوضحها للناس لان في ناس بتجيب الكتاب وقت الفيديو وبتبص كده على ترتيب الكلمات فبتلاقي ان انا يعني ترتيب الكلمات عندي او الترتيب اللي انا بعرضه غير ترتيب الكلمات فبتبدأ الناس تبعتلي وهما حدد قليل جدا فببدأ يقول لي يا مستر احنا بنطلخبط لا يا ريت تمشي بترتيب الكتاب حابب بس اوضح معلومة مفيش حاجة اسمها ترتيب كتاب لان الكتاب اصلا يعني مع احترامي طبعا لكل الكتب وكل الكتب عدراسي ولكن والله كلمات الكتب مش مرتبة الترتيب المنطقي الترتيب اللي يخليك بعد كل كم كلمة تجمعهم مع بعض وتعمل بيهم جملة لأ بتلاقي كلمة من الشرق وكلمة من الغرب انا بس بنظملك برتبلك الكلمات انا برتبك الكلمات الترتيب اللي حيخليك تكتب لانه هو ايه ايه الهدف اصلا واللي انا عاوزك تطلع به من السيشن انك تعرف تكتب تكتب جملة تمام سواء كانت جملة هترتبها او جملة في البراجراف وطبعا يعني البراجراف هو ده البعبع اللي عند الكل ان انا حلي البراجراف وكتب الجمل صح وتجيلي الافكار وابقى عارفة انا هكتب ايه فانا بعالج النقطة دي في عرض الكلمات فبجمع كل كلمة متربطة مع بعضها وبعد كده اعمل منهم جملة تمام فانا مرتب الكلمات الكلمات مترتبة هنا ترتيب الكلمات هنا اوكي مش الكتاب فانت اقفل الكتاب خالص تمام دلوقتي اقفل كتابك خالص خالص وبص هنا طيب طيب يا مصدر حتى قرلنا الكلمات من الكتاب ده اللي بيحصل فعلا على جروب التليجرام اه بعد كل سيشن بنزل الصفحة متصورة وبقرل لك الكلمات من الكتاب بيحصل فعلا حتى المادة العلمية دي فاحنا بنزلها على صفحتنا على الفيسبوك بنفس الترتيب ده جست بس انك تمشي ورا الصور بالترتيب هتجمع الافكار وهتزكر الدرس فبس الوقت اقفل الكتاب اقفل كتاب اقفل كتابك وركز بس مع الشرح بس كاي ما تشتتش نفسك خالص يلا بنا يا أبطال طبعا ياني تو الوحدة التانية lesson one الدرس الاول تعال انا عرف اول حاجة هناخدها طبعا الانسان ده الشخص ده طالع يلقي كلمة امام الناس ففيه ناس كتير مستنيف فبالتالي هو عرقان عمال يعني ايه عمال يمسح العرق بتاعه ليه؟ لانه متوتر هو يعني ايه بقى متوتر بالانجليزي متوتر بالانجليزي يعني nervous 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 هو متوتر nervous لها معنى تاني عصبي عصبي واحد متعصب ويزحق برضو نقول عليه nervous 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 متوتر تخيل كده انت نقلت من المدرسة رحت مدرسة تانية وداخل كده اول يوم وكل الاطفال بيلعبوا مع بعض واصدقاء وانت غريب كده وماشي وكلهم عمالين يبصوا عليك اذا مين الولد الغريب ده؟ بتقلي النتيجة ان you are nervous انت هتبقى nervous متوتر nervous nervous متوتر nervous زي صديقنا ده اللي طالع يتكلم قدام الناس nervous في ناس كتير جدا ممكن فيكو تطلع الاذاعة مثلا اذاعة المدرسية وتمسك المايكروفون كده ولزا تتكلم فتلاقي نفسها اتوترت كده وايه ده كل ده واقف وانا مش عارفت كده اوكي nervous هو كده nervous متوتر nervous اسمها nervous 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 طيب لو انا قلت a bit nervous يعني ايه a bit nervous a bit اللي هي شوية صغيرة قليلا a bit nervous يعني متوتر شوية مش متوتر كتير قوي وبين عليه لا 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 اوكي he's a bit nervous he's a bit nervous يعني متوتر قليلا a bit nervous a bit nervous يبقى nervous متوتر ولو انا حطيت قبلها a bit a bit a bit nervous اوكي i was a bit nervous انا كنت متوتر قليلا اوكي يا بطل a bit nervous a bit nervous a bit nervous a bit nervous متوتر قليلا a bit nervous وكل الصفات اللي جاية ممكن نضيف قبلها a bit يعني قليلا اوكي يعني عندنا feel يشعر الفعلي feel يشعر والماضي منه felt شعر فانا ممكن اقول i felt a bit nervous انا حسيت في الماضي ان انا كنت متوتر قليلا او لو في المضارع او لو انا دلوقتي واقف قدامك ومتوتر فهقول i feel انا دلوقتي i feel انا حاسس i feel a bit nervous لو واحد قال لي how do you feel انت حاسس بي ايه دلوقتي يا باستر فهقول i feel a bit nervous انا يعني متوتر شوية فكلمة feel او الفعلي feel يشعر والpast منه felt يبقى ده فعلي غير منتظم irregular feel felt feel felt feel felt feel feel يشعر felt شعر شفت بقى انا برتب كلمات زي ما قلتلك بترتيب معين علشان اعملي الجملة دي i feel a bit nervous i feel انا اشعر a bit nervous ان انا متوتر قليلا انا حاسس كدا ان انا متوتر شوية i feel a bit nervous i feel a bit nervous ok i feel a bit nervous اشعر ان انا متوتر قليلا جمعنا الكلمات اللي خدناها وعملنا بيها sentence جملة i feel a bit nervous اتفقنا i feel a bit nervous اشعر ان انا متوتر قليلا i feel a bit nervous وفي حاجة شبيهة اوي اوي بتساوي nervous اللي هي worried الان worried 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 قلق انت كاي انسان قلق الان صديقنا ده عنده امتحان فقعد الان اذا انا هاخد امتحان دلوقتي هامتحان دلوقتي I'm worried وممكن نقول a bit worried كل الصفات نقول لها a bit worried مثلا a bit a bit worried قلق قليلا يعني ممكن يقول i feel a bit worried يبقى ممكن نقول ان nervous متوتر هي هي worried ممكن وممكن نحطهم مع بعض حاجة جدا how do you feel انت حاسس بايه والله i feel nervous and worried انا حاسس ان انا متوتر والان هم قريبين اوي 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 من بعض worried قلق worried وبرضو انت اول يوم لك في المدرسة الجديدة وسط ناس جديدة فممكن تكون worried قلق الان worried worried وارد 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 عكس الكلام ده كله بقى عكس كل الكلام اللي فات come 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 هادي بص بقى ده هو بامتحن ولا زي اللي فات ولا حاجة لها ده مبسوط وامتحن بقى والله هادي خالص ومبسوط ومطمن وكاي calm هادي calm calm علشان كده من النصيح اللي بتوجه للناس الألانة أو الناس المتوترة بنقول لهم stay calm ابقى هادئا حافظ على هدوءك تمام calm calm هادي الأعصاب كده calm 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 أوكي calm 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 هادي أعصاب هادئة calm calm أوكي calm طيب أنا ممكن أعرف nervous أنا ممكن أعرف nervous متوتر أعرف أن هي إيه إن هي worried زي ما قلنا وأن هي not calm calm مش calm يعني إيه مستر بس 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 nervous يعني متوتر والإنسان المتوتر ده يعني مش هادي مش هادي الأعصاب not calm مش calm not calm وارد 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 الآن يبقى إيه هو الديفينيشن بتاع الـ nervous متوتر الديفينيشن بتاع الـ nervous متوتر أنه هو not calm not calm مش هادي مش هادي أنه هو وارد أنه هو وارد الآن طيب البنوتة دي مكسوفة تمام؟ راح تستخبف مامي كده وهي خجولة تمام؟ shy 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 كل مسألة جدا خجول shy برضو أنت ممكن في أول يوم ليك في المدلسة الجديدة أنك تكون shy خجول أوكي؟ shy 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 تمام؟ خجول لا أنا مكسوف كده أنا ماشي كده خجلان shy 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 she is shy هي خجولة shy أوكي؟ خجول shy خجول shy لها definition كلمة shy إيه تعريف كلمة shy؟ يعني shy in English بس هو shy يعني worried الآن about talking to people الآن أنه يكلم الناس الآن من محادثة الناس تمام؟ أنا مقالة أن أنا أتكلم أصلاً أنا أنا خايف أتكلم أكي؟ أنا هتكلم أقول إيه؟ هو worried قلق about talking to people قلق من أنه يكلم الناس كده ويأخذ عن الناس تمام؟ فهو ده shy worried about talking to people وطبعاً الإنسان الشاي بيكون quiet يعني هادي ما فيش حد خجلان وبروحوا بيجيو بيجري طب مكسوب إزاي مس لأ هو وبيكلم كهير لأ 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 هو الإنسان الشاي طبيعي أن يكون quiet هادي يعني قاعد سكت ما بتكلمش أصلاً هو مكسوف ولكن انت مريد ما بتكلمش إذا أنت مكسوف فالإنسان المكسوف ده أو الخجول ده بيكون طبعاً طبعاً هادي ما فيش منه إزعاج ما فيش دوضاء ما يبقاش خجول طبعاً لو عمل الكلام ده فبيكون quiet هادي فإيه هو الشاي تاني worried about هو قلق بخصوص talking to people أنه يتكلم الناس الآن أنه يأخذ ويدي مع الناس ما بتكلمش حد أنا خايف أتكلم أنا الآن أنه أتكلم وكوايت هادي برضو صفة جميلة جداً 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 مسترخي تمام؟ relaxed لا 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 الآن لا لا الآن ولا حاجة دنا تمام دنا مرتاح ومسترخي relaxed 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 أوكي I feel relaxed أنا حس أنه أنا كده relaxed مسترخي متطمن خالص مرتاح خالص ما فيش أي ألأ نهائي relaxed 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 أوكي relaxed مسترخي relaxed أوكي مسترخي relaxed مسترخي relaxed 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 أوكي مسترخي relaxed أوكي مسترخي relaxed relaxed هذه ڤي د正 haven't you ڤي 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 كويت هادي كويت هادي بي كويت كن هادئا بي كوايت كن هادئا بي كويت طيب كويت هادي كو يو اي اي تي وانت قلتلي قبل كده ان كوم هادي اه كوم هادي الاعصاب وبرده الانسان ده بيكون كوم يعني برضه زي كويت كده آه زي بعض هادي برضو فممكن نقول أن بسانية واحدة أجيبي الوينتر ممكن نقول أن بتساوي كوم كويت كويت هادي هي هي كوم هادي كويت كوم هادي كويت كوم في صفة جميلة جدا 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 شايف بها ده أينشتاين الفصل أينشتاين الدفعة ده إنسان زكي زكي شاطر شايف ما شاء الله يعني دماغه مليانة بقى حساباته ومذكرة وبتاع ده ماهر أو زكي بالانجليزي clever نحفظ الصفاتين دول clever ماهر وزكي clever 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 and I think you're clever طبعا أكيد أنت clever 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 طالما قعد وبتكتب وبتقول ورايا ومنتبه ومركز ها أكيد أكيد you're clever 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 وكليفر بتساوي صفة وبردو لازم تعرفها intelligent 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 اللي هو زكي intelligent هو ما فيهاش حرف دي بس احنا هنحشر كده حرف دي قبل الجهة بس احنا هنحشره في النطق مش هنكتبه مش هنكتب دي intelligent 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 ذكي اوكي زكي intelligent 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 اوكي he is intelligent or he is an intelligent boy هو ولد زكي intelligent intelligent i-n t-e-l-l ليتال يخبر i-g-e-n-t intelligent 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 يبقى عندك clever intelligent intelligent اللي تنبي ساووا بعض واحد شاطر يطلع الاول يجيب درجات انها ايه على طول ممتاز يبقى he is clever or he is intelligent اوكي هو زكي ممكن نقولها clever ممكن نقولها intelligent clever intelligent زي الكابتن ده صديقنا الجميل ده اوكي he is clever او he is intelligent clever intelligent clever intelligent clever intelligent بيساو بعض ايه ده بقى ده العمل المدرسي حاجات اللي بنعملها كده ومطلوبة من هنا في المدرسة تمام مشروع مثلا project مذاكرة تمام مذاكرة واجبات الحاجات العمل المدرسي اسمه schoolwork 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 العمل المدرسي تمام فيه واحد بتلاقيه شاطر جدا 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 في العمل المدرسي واحد intelligent زكي فنقول على الشخص ده he is good at هو جيد فيه بتاع سنة خامسة good at he is good at schoolwork هو جيد في العمل المدرسي في المذاكرة في البروجيكتز في الواجبات تمام he is good at schoolwork العمل المدرسي schoolwork 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 العمل المدرسي schoolwork العمل المدرسي schoolwork العمل المدرسي schoolwork schoolwork تعالوا نعرف الصفة clever احنا قلنا clever زكي ماهر نشيط يعني intelligent يبقى clever is intelligent clever يعني intelligent طبام يعني كمان good at جيد في schoolwork العمل المدرسي شاطر في 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 عمال المدرسي والكلام ده good at schoolwork يبقى يعني clever يعني intelligent كاي يعني good at schoolwork طيب تعالوا ناخد صفة جميلة جدا 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 وأكيد هي عندنا كلنا يا أبطال مؤدب البنوتة الجميلة دي مؤدبة جدا لما شافت حد كبير طبعا قامت وأعادت الستة الكبيرة وقفة مؤدبة جدا polite مؤدب polite 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 مؤدب polite مؤدب polite مؤدب polite مؤدب polite أوكي مؤدب polite 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 مؤدب polite 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 she's polite she's polite هي مؤدبة polite مؤدب polite polite حد بالي بقول please thank you شكرا please من فضلك excuse me معذرة ده إنسان so polite مؤدب جدا تمام polite 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 من صفات positive طبعا طبعا صفات الإيجابية الجميلة polite 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 مؤدب polite وعندنا طبعا كلمة respect respect يعني يحترم يعني تنفع verb تنفع فعل هو فعل منتظم يعني ال past منه هيكون respected احترمة respect respected respect respected وrespect برضو هو الاحترام علشان احنا هناخد حالا يظهر الاحترام الشخص المؤدب يظهر الاحترام شايف الاحترام شايف شايف الناس الجميلة الأطفال الجميلة مفيش مقطعة للمستر خالص لو عاوز يسأل اي سؤال فهو raise كي raise his hand بيرفع ايده علشان يسأل فهو انسان معترم اللي انا شايفه ده احترام كبير جدا نرفع ايدنا علشان نسأل علشان نتكلم الاحترام الجميل ده respect 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 احترام respect respect تبقى يحترم كي I respect my father and I respect my mother انا باحترم بابا باحترم ماما respect 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 و respect احترام respect 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 احترام وتعالى بقى نبص على show يظهر show respect يظهر الاحترام وتقول to لي لمين اكي يعني مثلا I show respect to my teacher انا اظهر الاحترام لمعلمي I show respect to my friends اظهر الاحترام لأصدقائي I show respect انا اظهر الاحترام to people للناس كلها زي الناس دي بتظهر الاحترام بحبهم بيتكلم كده بأدب يعني بهدوء بيظهر الاحترام بيظهر الاحترام show respect to show respect to show respect to show respect يظهر الاحترام show respect to show respect to يبقى polite person الشخص المؤدب اوكي shows respect بيظهر الاحترام اكيد طبعا واحد مؤدب فلازم اللي يطلع منه يكون حاجة جميلة وحاجة محترمة show respect يظهر الاحترام show respect طيب تعالى ناخد الظرف carefully يعني ايه carefully يعني بحرص ويخلي باله قوي هو بيعمل الحاجة يعني بيعمل الحاجة بحرص زي الاطفال دي معدية الشارع بحرص اكي بتعد الطريق طبعا من عند من عند الممر او معبر المشا ومشي كده منظمة محدش بيجري ففي حرص وفيه اهتمام وهم بيمشوا يبقى هم بعدوا الطريق وبيمشوا carefully بحرص carefully 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 ايه علاقة carefully بالشخص المؤدب الشخص المؤدب بقى بيتكلم carefully بيتكلم بحرص مخلي باله قوي هو بيتكلم علشان ما يزعلش او ما يجرحش حد وعلشان ما يضيقش حد فبيتكلم بحرص حريص بكل كلمة هو يقولها من فضلك لو سمعت معذرة بيتكلم بحرص carefully 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 بحرص carefully اوكي بحرص carefully carefully وبيتكلم كمان الشخص المؤدب correctly بشكل صحيح correctly يعني بشكل صحيح مفيش غلط في كلامه correctly 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 أنا أتكلم على أسلوبه تمام؟ أسلوبه بيطلع منه بشكل صحيح correctly 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 بشكل صحيح ايضا ممكن برضو correctly يعني لو انت دخلت امتحان way you answered correctly انت جوبت بشكل صحيح correctly 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 اوكي بشكل صحيح correctly بشكل صحيح correctly correctly وتعالى نعرف polite مؤدب عريف polite مؤدب لما أقول مثلا speaks الـ polite ده المؤدب speaks بيتكلم carefully بحرص بخلي باله قوي من كلامه and correctly وبشكل صحيح speaks carefully and correctly بيتكلم بحرص وبشكل صحيح وبرده وبرده برضه ما تنساش انه هو shows respect يظهر الاحترام تمام فده تعريف polite المؤدب نقولها تاني speaks بيتكلم carefully بحرص and correctly وبشكل صحيح وكمان shows respect يظهر الاحترام shows respect طيب طيب تعال للصفة دي الصفة اللي يعني اللي احنا كلنا بنحاربها وعا تكون كده مسي فوضوي مسي فوضوي فوضوي شايف اطفال دول عملوا المكان ازاي في ناس كده بتصحى من النوم ناس مش انت طبعا ناس بتصحى من النوم ما يعني ما بترتبش السرير متجر ممكن تيجي من المدرسة بتقلع هدومها وتحطا قى في اي حتة على الكرسي على السرير فى أي مكان تيجي ماما بقى اللي تشل الحجات دي يعني كتب كده مش منظمة المكتب مش منظم في ناس كده طبعا بس اكيد مش انت zobعا فالإنسان ده مسي فوضوي مسي 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 زي ما صديقنا قال في المحادثة على نفسه I'm a bet Missy أنا فاكر a bet أو هتكون نسيت a bet Missy أنا فوضوي شوية كده أنا فوضوي قليلا يعني Missy والإنسان المسي ده دايما دايما بتلاقيه ناسي حاجة يعني ناسي كتبه ناسي أكيد يعني لأنه فوضوي مش منظم يعني ناخد منظم طبعا عكس Missy دي منظم مرتب فالمهم إنه فوضوي يعني Missy M-E-S-S-Y M-E-S-S-Y Missy كمم؟ فوضوي Missy فوضوي Missy فوضوي Missy 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 العكس الله على الجمال شايف الولد الأمور شايف القوضة بتاعته عاملة إزاي؟ السرير بتاعته عاملة إزاي؟ وكمان عمال يرتب وينظم وينظف فالولد ده منظم أو مرتب يعني إيه منظم أو مرتب؟ بص 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 organized 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 إذنما صفاتين الاثنين معناهم منظم ومرتب ولازم تعرف الاثنين organized 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 عكس ميسي ميسي فوضوي organized منظم مرتب organized 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 تمام؟ منظم ومرتب organized 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 منظم ومرتب organized منظم ومرتب Organized Or Organ Organized 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 بتسوي Tidy منظم ومرتب Tidy 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 يبقى الوصف للولد He's organized Or He's tidy هو منظم He's organized He's tidy وممكن نحطوه مع بعض بها He's organized and tidy Organized Tidy عكس Missy فوضوي فنقدر دلوقتي ان احنا نقول الديفينيشن بتاع كلمة Missy فوضوي ان هو Not الانسان المسي الفوضوي Not Tidy Or Organized لا هو Tidy ولا هو Organized ده هو Missy Not Tidy Or Organized Not Tidy Or Organized طبعا Careful حريص Careful احنا خدنا Carefully بحرص الشخص المؤدب He speaks carefully بيتحدث بحرص وCareful حريص يعني الانسان ده He drives بسوء Carefully He's a careful driver هو سائق حريص نخلي باله طبعا شدد الحزام وسائق بالروحة ومركز في الطريق فهو Careful حريص Careful 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 حريص علشان كده لو انا عاوز ان انا اعرف Organized يا نصر Organized ليه منظم اه اكيد هتقول لي Organized يعني Tidy حقيقي Organized يعني Tidy ويعني كمان Careful حريص ما هو الانسان المنظم اكيد انسان حريص اكيد انسان حذر اكيد اكيد طبعا حريص Careful Organized ده الانسان Organized هو Tidy وهو كمان Careful وفيه صفة جميلة خالص خالص ليه Friendly ودود Friendly Friendly ودود شايف الاصدقاء دول كلهم بقى بيحبوا بعضه بيكلموا بعضه بيطمينوا بعضه مفيش حد فيهم بيتنمر على التاني لانهما Friendly ودودين Friendly 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 فنتحظك حلو اوى لو روحت مدرسة اول يوم ولاقيت بقى الاطفال اللي هناك Friendly تمام فانا ممكن اطمينك حتى اقولك يعني Don't worry Don't worry لا تقلق We are all كلنا هنا Friendly ودودين Friendly ودود Friendly Friendly يعني مبتسم في وش الناس بيكلم الناس بيطمين الناس بيدي الناس ثقة في نفسهم تمام بيعمل الناس معاملة كويسة الأغراب يعني بيعملهم معاملة كويسة ما بيدي الناس ثقة ما بيدي ايش حد Friendly ودود Friendly 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 ودود Friendly Helpful يعني انت بيحتاج حاجة طب انا هعملها لك عاوزنا اساعدك في المذاكرة افهمك حاجة افهمها لك يبقى Helpful متعاون ده الانسان Friendly Nice to others لطيف مع الاخرين وكمان وكمان Helpful متعاون Nice to others Helpful Nice to others Helpful اوكي Nice to others لطيف مع الاخرين و Helpful متعاون Helpful متعاون Helpful 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 زي البنوتة دي البنوتة دي شافت الولد شايل كذوب كثير جدا فاليدو لا اهد اساعدك هات اشيل معاك يبقى She is helpful هي متعاونة Helpful 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 اوكي Helpful فطبعا طبعا الانسان Friendly من صفاته انه هو Helpful متعاون Helpful Stay with يبقى مع Stay with Stay with Stay with Stay with اوكي فالانسان ده مراحش الشغل النهاردة واقعد في البيت كده مع اسرته Stay with Stay with His family يبقى مع اسرته Stay with Stay with اوكي فانا مثلا انت صديقي الجديد فبثبنك وبقولك Don't worry اوكي لا I can't stay with you انا حبقى معك هاعد معك يا عم هفضل معك Stay with Stay with Stay with يبقى معه الفسحة الوقت الجميل جدا 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 نحنا بنستنىه اول ما نروح المدرسة اول ما بنروح حين مستنين الفسحة فسحة بالانجليزي يعني break 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 نكون مستنين الفسحة وننروح اتنين break الفسحة break 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 فسحة break 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 تمام فسحة break فسحة break فسحة break 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 بتاخد حرف الجار at ففي الفسحة اسمها at break at break at break في الفسحة at break ات بريك ات بريك ات بريك في الفسحة ات بريك ات بريك تمام في الفسحة ات بريك ات بريك فما تقلقش فاكر stay with بص بص بقى للجملة اللي هجمع كله 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 اي كان stay with you انا هاعد معك ياسيدي ات بريك في الفسحة انا هبقى معك وهاعد معك ات بريك في الفسحة اي كانستي with you ات بريك اي كانستي with you ات بريك خلاص ابقى تقلق اي كانستي with you سأبقى معك at break في الفسحة I can stay with you at break I can stay with you at break I can stay with you at break الوعى تقلق بخلص الان لي بقى don't worry ما تقلقش بقى ما تبقى الشاي كده خقول ونервوس متوتر ووريد قلق لا 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 don't worry stay calm اهدى خالص خليك relaxed I can stay with you at break تمام انا هفضل معك في الفسحة مش هسيبك extra يعني اضافي extra اضافي extra 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 اضافي تمام حاجة زيادة فقام معي حاجة فجبت حاجة extra حاجة اضافية extra 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 اكسترا 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 اضافي extra اضافي copy يعني نسخة تمام copy نسخة عملت منها copy عملت نسخة تانية منها تمام انا معايا ورقة وعملت منها ورقة تانية او صورتها فبقى معايا copy copy نسخة copy copy طب هو انا ممكن احط extra مع copy واقول extra copy نسخة اضافية اه اه نسخة اضافية فعلا extra copy يعني انا خدت الوركشيت اللي هي ورقة العمل فطلبت كمان ورقة عمل تانية فيعني احتياطي تمام ممكن اديها لحد تمام اللي معايا مثلا تتقطع فمعايا ورقة تانية معايا extra copy او رحت صورتها قبل مكتب فيها رحت صورتها تمام بحيث يكون معايا نسخة تانية نسخة اضافية extra copy extra copy extra copy تمام extra copy extra copy من الوركشيت ورقة العمل بوزعوا علينا في المدرسة ورقة عمل نخلصها نجاوبها نحلها تمام ونسلمها تانية للمستر فوركشيت يعني ورقة عمل ورقة عمل واركشيت واركشيت ورقة العمل واركشيت ورقة العمل واركشيت واركشيت I have بصراء الجملة I have أنا معايا an extra copy نسخة اضافية of the worksheets من اوراق العمل لما خدنا الوركشيت صورتها وبقى معايا نسخة اضافية فهدي لك نسخة يا عم معايا لشان أنا friendly و helpful I have أنا معايا an extra copy نسخة اضافية of the worksheets من اوراق العمل ماشي؟ ماتلاش I have I have an extra copy أنا معايا نسخة اضافية of the worksheets من اوراق العمل الكتب المدرسية اسمها text box الكتب اللي بتستلم و الكتب اللي بتستلم في المدرسة كي؟ كتب المدرسة كتب الإنجليزي و كتب المهارات و كتب التكنولوجيا و كتب سنو مفكرك و كتب الرياضيات و كتب العلوم و كتب الاي سي تي الكتب اللي بتستلمها من المدرسة اسمها text box text box الكتب المدرسية text box text box text box text box text box text box الكتب المدرسية text box عندك بقى الفعل share احنا كنا اخدناها قبل كده و احنا بنتكلم على selfish giant العملاق الاناني انه هو doesn't like to share his garden ما كانش بحب انه يشارك حضقته فكلمة share او الفعل share يعني يشارك و ال past منه هو فعلا منتظم فال past منه احنا هنضيف d بس لان اخره ايه فتبقى shared شاركة فبرضه انت فاول يوم لك في المدرسة و مش معاك text box فانا بقى ال helpful هقولك يا سيدي ما تقلقش don't worry اوكي انا هاشارك معاك we can share احنا ممكن نتشارك نقدر نتشارك we can share my box نتشارك كتبي فما تزعلش يا عم بصوا كده we can share نقدر نتشارك my book كتابي today النهارده الكتاب بتاعي يا سيدي تعال شاركني فيه نبصوا معاك كتابنا وانتا we can share my book today 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 today we can share my book today ممكن نهارده نتشارك كتابي فما تزعلش we can share my book أسك 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 يسأل أسك يطلب لتنين يسأل يطلب أسك 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 يطلب أسك 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 فمحتاج واحد helpful كده friendly كده تمام علشان ياخده في جولة take him around ياخده في جولة take around يعني يأخذ في جولة take around take around take around أوكي حبيبي take around take around take around فمن الكلام اللي أنا بطمن به الناس يعني حنتشارك كتابي وما تزعلش وما تقلقش وبتاع وقوله يا سيدي يا سيدي I can take you around I can take you أو I will take you around أنا يعني حقدك كده جولة في المدرسة أعرفك على المدرسة show you أوريك بقى where classrooms are أين الفصول يبقى take around take around يأخذ في جولة هياخده كده بقى تعالى 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 معايا تعالى 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 نتمشى في المدرسة وأوريك الأماكن في المدرسة وأعرفك عشان ما تتوشي كده وتبقى عير take around take around take around take around take around ما تنساش take around أحفرها يا حبيبي ما تنساش I can take you around بإمكاني أن أأخذك في جولة I can take you around بإمكاني أن أأخذك في جولة فما تقلقش تعالى يا سيدي أني تعرف على المدرسة I can take you around طب أنا حقد الجولة ليه في المدرسة علشان تتعرف على المدرسة get to know يتعرف على get to know 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 فأنا هساعدك أنك تتعرف على المدرسة أكي help you get to know تتعرف على the school المدرسة get to know get to know get to know يتعرف على get to know علشان خطري علشان خطري يعرف التعبير ده والله اعرفه اكتبه وركز حبيبي حبيبي ركز get to know يتعرف على get to know get to know get to know get to know يتعرف على get to know get to know حبيبي get to know والله سهل get to know get to know يتعرف على حطالك في جملة I can help you أنا حاسس أن الكاميرا عايزة تجي كده سما صغيرة أيوة كده I can help you بإمكاني أن أساعدك get to know إنك تتعرف على the school المدرسة I can help you get to know the school I can help you get to know the school بإمكاني أن أساعدك في التعرف على المدرسة I can take you around تمام أخذك جولة في المدرسة I can help you أقدر أساعدك get to know get to know تتعرف على the school المدرسة welcome to مرحبا بكافية welcome to قولها لأي حد غريب سواء غريب في بلدك شفت سائح في وطنك قولوا welcome to Egypt حد جالك بيتك أكي قولوا welcome to my house مرحبا بك في منزلين يا سيدي وأنت في المدرسة وجي طالب جديد في المدرسة أكيد السنة السنة دراسية دي فأكيد في طلبة نقلت وطلبة حولت وجمج جديد فأقول لهم welcome to our school ودي حتكون جملة خطيرة إن شاء الله في الدرسة الجاي welcome to مرحبا بكافية welcome to welcome to welcome to I'm not sure أنا مش متأكد I'm not sure فين كتبك مع الكتبك؟ أنا ميسي I'm not sure أنا مش متأكد كتب فين يعني لا والله مش عارف بالضبط كتب فين ممكن هنا ممكن في البيت أنا ميسي بقى فضوي I'm not sure I'm not sure I'm not sure أوكي I'm not sure أنا مش متأكد I'm not sure I'm not sure أنا مش متأكد come on هيا أو تشجع يلا come on come on come on come on come on تمام؟ إحنا عمين نتكلم 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 come on يلا يلا I'll take you around ناخد جولة كده في المدرسة come on هيا come on come on come on هيا أو تشجع come on come on هيا تشجع يلا 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 come on come on let's هيا بنا بيجي بعدها فعل في المصدر let's play يلا نلعب let's go هيا بنا نذهب let's eat هيا بنا نأكل طيب هوا مش ينفع أقولها let's eating let's eat let's eat لازم مصدر لا يا بابا لازم مصدر let's eat بدون إضافات تجيب أساس الفعل هيا بنا شبت الولد ده بيقولك يلا بينا let's 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 go let's go هيا بنا نذهب let's let's go هيا بنا نذهب meet ونقابل بعض أصدقائي بعض أصدقائي جملة دي كده في الكتاب let's go meet يلا نروح نقابل بعض أصدقائي فبنطمن بيها برضو الحد الجديد فنقوله يا سيدي ما تقلقش و هنعمل معك و هنعمل و هنعمل و هنعمل و هنعمل و يلا بينا نروح نقابل بعض الأصدقائي تعال كده نشوف بعض أصدقائي let's go meet let's go meet some of my friends let's go meet some of my friends let's go meet some of my friends لو أنا عاوز أسأل واحد و أقوله هو كتب المدرسة معك فهقوله do you have all your box yet هل لديك كل كتب المدرسة do you have all your box yet تمام do you have all your box yet فطبعا يقولي I'm not sure أنا مش متأكد أنا ميسي أنا فوضاوي و سبتهم في البيت فالمهم السؤال do you have all your box yet هو أنت مش معاك كل كتبك السؤال كده معنات دقيق قوي هو أنت مش معاك كل الكتب أليس معك كل كتب المدرسة do you have all your box yet 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 is أينما كان الفاصل تاني I'll show you do you have all your box yet where the classroom is I'll show you where the classroom is do you have all your box yet do you have all your box yet خلصنا الشرايح الباور بوينت اللي عرضنا فيها الدرس فتعالى نقرأ المحادسة أوكي هنقرأ المحادسة دلوقتي من الكتاب فارجعنا للكتاب علشان الناس ما تزعلش هنقرأ المحادسة من الكتاب بس كل مطلوب منك حبيبي انك تركز خلاص احنا قربنا نخلص الفيديو بركز بس في المحادسة وتعالى بقى نجمع كل 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 اللي فات ده ونقول المحادسة بتاعت الدرس فيلا بينا وركز حبيبي يلا بينا ميسي يعني اي ميسي يعني not tidy فوضوي مش منظم or organized friendly ودود يعني nice to others لطيف مع الاخري helpful organized منظم يعني tidy careful clever زكي intelligent good at schoolwork شاطر في عمل المدرسة nervous متوتر يعني not calm مش heady worried واحد الآن shy خجول يعني worried about talking to people الآن انه يكلم الناس وبرضو quiet heady polite مؤدب يعني مؤدب يعني speaks carefully بيتكلم بحرص and correctly وبشكل صحيح وكمان shows respect بيظهر الاحترام ده ملخص الدرس اللي هنقراض الوقتي ان اسر is حازم the near friend at school اسر هو صديق حازم الجديد في المدرسة حازم feels a bit nervous حازم حاسس انه متوتر شوية and shy حازم the school المدرسة حازم is very big كبيرة جدا باسل بقى في ولد اسمه باسل is very clever شاطر جدا زاكي جدا and good at math و جيد في الرياضيات حازم has a lot of box حازم عنده كتب كتير in his room في قطه at home في البيت فمش عالف فين كتب المدرسة فيهم حازم is a bit messy يعني فوضوي قليلا يلا بينا نقرأ المحادسة محادسة محادسة الدرس how does حازم feel today هو حازم حاسس بإنهاردة why ولماذا طيب في ولد جميل جدا 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 راح لولد جديد كده في المدرسة اسمه حازم فالولد ده قال hi حازم ازايك يا حازم I'm آسر أنا آسر راح يعرفه كده على نفسه I'm آسر أنا آسر you look worried أنا شايفك كده الآن you look worried انت شكلك الآن is everything ok هل كل شيء على ما يرم هو كل حاجة كويسة فحازم اللي هو الولد الجديد ده قال hi آسر ازايك يا آسر it's my first day at school ده اول يوم ليا في المدرسة it's my first day at school and I feel a bit nervous وأنا أشعر أني متوتر قليلا and shy وخجول أنا متوتر كده وخجول فآسر قال له don't worry لا تقلق عبارة الاطمئنان دي don't worry ما تقلقش we are all friendly كلنا هنا ودودين I can help you أنا أقدر أساعدك get to know the school في التعرف على المدرسة طبعا حازم اتبسط وقال really حقا can you بإمكانك فأسر قاله sure بالتأكيد I can't take you around أنا ممكن أأخذك في جولة show you where your classroom is وأوري لك مكان فصلك and stay with you وأبقى معك at break في الفصحة كل ده أعمله لك بص let's go meet some of my friends هيا نذهب لمقابلة بعض الأصدقاء look بص يا سيدي there is basil ده باسل لينك ده باسل هندي عليه hey باسل فباسل جه hi أسر إزيك يا أسر فأسر بيقول حازم يا حازم this is basil ده باسل he is very clever باسل ده زكي جدا and he is good at math وشطور في الرياضيات you can ask him you can ask him ممكن تطلب منه وتسأله if you need any help لو محتاج أي مساعدة with your homework في الوجب بتاعك وباصل باسل وقال له باسل this is حازم ده حازم he is starting school here today هو بدأ مدرسة هنا النهاردة النهاردة أول يوم لي فباسل برضو friendly ودود وقال hi حازم welcome to our school أهلا يا حازم مرحبا بك في مدرستنا فأسر قال he is so polite شفت شفت أسر مؤدب إزاي يا حازم ما تقلقش منه بقى he is so polite شفت مؤدب وبيقول لك welcome to our school وبتاع شفت مؤدب فأسر قال thanks شكرا شكرا أنك بتقول علي كده طيب يا حازم do you have all your box yet هل معك كل كتبك يا حازم do you have all your box yet حازم حازم الفوضوي قال I'm not sure مش متأكد I have a lot of box in my room أنا عندي كتب كتير في قطي at home في البيت but I'm a bit messy بس أنا كده فوضوي قليلا I'm not sure أنا مش متأكد which text box أي الكتب المدرسية I already have معايا بالفعل فبعد كده باسل قال له يا سيدي ما تقلقش we can share my book today ممكن نتشارك كتاب نهارده وبص كمان and I have an extra copy وأنا معايا نسخة إضافية of the work sheets من أوراق العمل فطبعا طبعا حازم اتبسط جدا وتعجب وقال wow you're really organized أنت منظم فعلا thanks باسل شكرا يا باسل وهنا آسر بقى تدخل وقال يلا بقى احنا نضيع وقت come on هيا I'll show you هوريلك where the science classroom is أين مكان فصل العلوم بالصراحة حازم حظه جميل جدا جدا في المدرسة دي طبعا فيها ولد زي آسر وولد زي باسل فالموضوع جميل جدا وما فيش أي مشاكل هتقابله طالما معاه يعني friendly friends أصدقاء ودودين زي دول وخلصنا خلصنا سلشان النهاردة وقال مبسوط جدا ان البطل كمل الفيديو للآخر thank you for watching شكرا للمشاهدة ويريد قبل ما تقفل ونخلص تأكد انك عملت لايك للفيديو هتوحشني كتير جدا لغاية سلشان الجاي وده باتي هقول لك كل أسف good bye مع السلامة